اهتمت سيدة عربية بتربية ابنتها واسمها هند فأحضرت لها مربية مسلمة لتقوم برعايتها أثناء عملها وغيابها عن المنزل ولكن بعد أشهر قليلة غادرت المربية المسلمة منزل تلك السيدة بسبب قسوتها معها ومعاقبتها على أتفه الأمور وبعد أيام استعانت السيدة العربية بمربية أخرى ولكن هذه المرة كانت المربية غير مسلمة وليس لها دين وفي أحد الأيام أوقعت المربية على الأرض صحنا مزخرفا غالية ثمن فكسرته فصفعتها السيدة العربية صاحبة البيت صفعة قوية وكانت هذه الصفعة أول عقاب تناله هذه المربية غير المسلمة وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا فذهبت المربية إلى غرفتها تبكي وكلما شاهدت المربية وجه والدة هند نظرت إليها نظرات غل وكراهية وكلما زادت السيدة من عقابها للمربية زاد غل وكراهية المربية وحقدها على تلك السيدة مر على أول صفعة تلقتها تلك المربية سنتان وقد نسيت والدة هند هذه الصفعة وما بعدها ولكن المربية لم تنسى وكانت نار الانتقام تشتعل داخلها فكانت الأم تذهب كل صباح لعملها وتأتي وقت الظهيرة وتظل ابنتها هند مع المربية وبعد أيام قليلة أحست الأم أن ابنتها في الليل تنام وهي تتألم فقررت أن تتغيب عن عملها وتراقب المربية مع هند في هذه اللحظة سمعت ابنتها هندا تقول للمربية لا أريد اليوم هذا مؤلم في هذا الحين دخلت الأم عليها فجأة ففوجئت بما لا يخطر على بال إنسان لقد رأت المربية تضع لهند الديدان في أنفها فأسرعت وأخذت ابنتها وذهبت بها إلى الطبيب لم يستطع الطبيب معالجة هند التي ماتت بدون أن تقترف ذنبا فانظروا قسوة أم كانت نتيجزها حياة طفل بريئة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين